أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة أخبار المتقاعدين اليوم وكل يوم نرحب بكم أينما كنتم ويسعدنا ويشرفنا أن نقدم لكم كل ما يخص المتقاعدين في بلدنا الحبيب العراق إذا كنتم من مشترك القناة فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو وإذا كنتم لأول مرة تتابعونا فلا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد وبسم الله نبدأ واستكمالا للفيديو الماضي الذي تحدثنا عنه عن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد توبون فقد أمر الرئيس بزيادة الرواتب على مدى السنتين عشرين تلاتة وعشرين وعشرين أربعة وعشرين ليتراوح مستواها سنويا ما بين أربعة تلاف وخمسمائة دينار إلى تمن تلاف وخمسمائة دينار حسب الرتب وهذا ما يجعل الزيادات التي تقر خلال السنوات الثلاثة عشرين اتنين وعشرين وعشرين تلاتة وعشرين وعشرين أربعة وعشرين تصل إلى نسبة سبعة واربعين بالمئة نرجو أن نكون قد أفدناكم أعزائي المشاهدين ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد من أخبار المتقاعدين ولا تنسوا الصلاة على أشرف المرسلين